اشعياء تنبأ 700 سنة عن هوية المسيح قبل طبعا ولادة المسيح وعن الميلاد العذراوي النبي ميخا بيتكلم بيتنبأ عن هوية المسيح وعن أزلية المسيح هذا الأزلية هذه الكلمة لا تطلق إلا على الله ولد في بيت لحم النبي ميخا لصحة الخامس آية 2 قال وأما أنت يا بيت لحم يهوذة وعلى فكرة في ناس بتحاول تجادل هذه الآية منذ ألاف السنين نحن نعرف أن بيت لحم كان يسكنها يسا أبو الملك داود وكانت مدينة داود ثم أصبحت مكان ولادة يسوع المسيح فعندما يقول بيت لحم اليهودية لأنه فعلا في بيت لحم اللي هي في الجليل فبيحدد أيضا المكان كما يقول مثلا قانا الجليل حتى يحدد الفرق عن قانا اللي موجودة في فنيقيا اللي هي موجودة في لبنان وهذا اندل على الشيء بدل أحبائي أنه هذه النبوات مش تكهن أنك تخمن وين المكان أو ما تعرفش أماكن محددة موجودة مكتشفة حتى يومنا هذا فيقول أما أنت يا بيت لحم يهودة لست الصغر بين ألوف يهودة لأنه منك يخرج مدبر يرعى شعب إسرائيل لاحظ الكلام الذي مخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل يعني اللي ولد في بيت لحم هو الأزل وهذه الكلمة لا تطلق إلا على الله وهنا أحبائي منشوف فعلا مثل ما المسيحيين بيؤمنوا إن المسيح إنسان كامل وإله كامل أيضا كإنسان ولد في بيت لحم وطبعا كإله هذا الذي ولد هو الإله الأزل مخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل ولغويا في اللغة العبرية يعني بتتكلم عن شخص أزل يعني لا مجال للتكهن أو التخمين في هذا الموضوع اشتركوا في القناة